قال الرئيس الأوكراني فولودامير زيلينسكي أن الطيران الروسي قصف مصرحاً لقى إليه أكثر من ألف مدني في مدينة ماريوبول مرجحاً سقوط مئات الضحايا في حين وصف رئيس بلدية ماريوبول الهجوم بالمأساة من جنبها نفت وزارة الدفاع الروسية قصف المدينة من قبل قواتها متهمة الجانب الأوكراني بتدمير المبنى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لا تزال تلقى ردود فعل دولية متباينة ففي أحدث أنبائها اتهمت أوكرانيا روسيا بقصف مصرح في مدينة ماريوبول الساحلية مؤكدة وقوع العديد من القتلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي قال إن سلاح الجو الروسي ألقى عمداً قنبلة على مصرح الدراما في وسط المدينة مما أدى إلى تدميره وأشار إلى أن عدد القتلى لم يعرف بعد ولكنه رجح سقوط مئات الضحايا بلدية ماريوبول أكدت أن أكثر من ألف شخص كانوا داخل المصرح وقت استهدافه ونشر مسؤولون أوكرانيون صورة لمبنى من سلاسة طوابق محترق ومدمر نتيجة الانفقار من جانبه وصف رئيس بلدية ماريوبول فاتين بواتشينكو الهجوم بأنه مأساة مروعة وأوضح أن الناس كانوا مختبئين داخله ونشرت الشركة الأمريكية لتقنيات الفضاء ماكسار تكنولوجيز المتخصصة بصور الأقمار الصناعية صورة قالت إنها التقطت للمصرح أما موسكو فقد نفت وزارة الدفاع الروسية قصف المصرح من قبل قواتها وقالت إن كتيبة أزوف الأوكرانية دمرت المبنى كما وصفت السفارة الروسية في واشنطن الأمر بأنه حملة تضليل قبيل ذلك أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستقدم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 800 مليون دولار إلى كييف مشيرا إلى مبلغ غير مسبوق بقيمة مليار دولار لدعم جيش كييف وعقب إعدان سلطات مدينة ماريوبول الأوكرانية قصف القوات الروسية مسرحا يأوي مئاتا للمدنيين أعلن رئيس المجلس الأوروبي شعل بنشيل أنه لا يمكن أن يكون الإفلات من العقاب خياره وفي تصريحات له وصف ميشيل قصف المصرح بالرعب المطلق كانت أوكرانيا قد اتهمت القوات الروسية بتدمير مسرح اهتم به أكثر من ألف شخص بمدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرق أوكرانيا بينما ما زالت حاصلة الخسائر البشرية غير معروفة وفي العاصمة كييف أعلنت خدمة التورى الأوكرانية أن شخصا واحدا لقي حتفه بينما أصيب ثلاثة آخرون جراء سقوط حطام صاروخ على أحد المباني السكنية وذكرت خدمة التورى أنها تلقى التقارير تفيد باندلاء حريق وحدوث أضرار في مبنى مؤلف من 16 طابقا بمدينة دارنتسكي في العاصمة مشيرة إلى أنه تم إخماد الحريق بعد ذلك وأشارت إلى أنه تم إجلاء 30 شخصا من موقع الحادث مع تواصل عمليات الإنقاذ إلى ذلك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا خصصت تمويلا لتطوير البنية التحتية في شبه جزيرة القرم وفي كلمة له بشأن تطوير شبه جزيرة القرم أكد الرئيس الروسي أن حملة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تؤثر على الوضع الاقتصادي في شبه جزيرة القرم لا شك في أن العقوبات الغربية تؤثر مباشرة على خططة بناء الاقتصاد في شبه جزيرة القرم وواجهنا حزمة جديدة من العقوبات الغربية مع بدء عملياتنا العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتسبب لنا مشاكل كثيرة ولكنها ليست بمشاكل فقط بل تساعد على تطوير الاقتصاد الوطني رفضت الرئاسة الروسية قرار محكمة العدل الدولية الأمر الذي أصدرته لروسيا بوقف عمليات العسكرية في أوكرانيا على الفور قالت الرئاسة الروسية أن موسكو تبذل جهدا كبيرا في المحادثات بشأن اتفاق السلام محتمل مع أوكرانيا يمكن أن يوقف بسرعة العملية العسكرية الروسية وقال المتحدث باسم الكراملين دماتري بيسكوف أن الوفد الروسي أظهر استعدادا أكبر من الجانب الأوكراني خذل المحادثات مشيرا إلى أن الموفقة على مثل هذه الوثيقة والالتزام بجميع عناصرها وتنفيذها يمكن أن يوقف ما يحدث وبسرعة كبيرة أكدت وزارة الخارج الروسية أن موسكو لديها أدلة تؤكد وجود مختبرات بيولوجية في أوكرانيا بتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن المحادثات مع أوكرانيا مستمرة عبر الفيديو لبحث القضايا العسكرية والسياسية وأضافت أن الاتحاد الأوروبي استدرج أوكرانيا لكي تبدأ الحرب قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي نيتو يانسي ستوربورغ أن الحلف عازم على وقف القتال في أوكرانيا والعمل على عدم التصعيد وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف سولتس شدد ستوربورغ على أن الناتو يتحمل مسؤولية منع تصعيد الأزمة مشيرا إلى أن ذلك سيكون أكثر خطورة ويسبب المزيد من المعاناة والوفيات والدمار على حد قوله على الناتو مسؤولية أن يحول دون أن يتصاعد هذا النزاع أكثر والذي سيؤدي إلى خطر أكبر وسيستسبب بأذن ودمار أكبر وقتل أكثر إنها حرب الرئيس بوتن عليه أن يوقف الحرب ويسحب قواته وينخرط في الدفلماسية بنية جيدة قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن حلف شمال الأطلنطي ناتو لن يتدخل في القتال الدائري في أوكرانيا أضاف شولتس أن الغرب سيواصل لتقديم الدعم المالي والإنساني لأوكرانيا إضافة إلى الإمدادات العسكرية حيث يتحسسة الجميلة والمدادات الأولى ترجمة نانسي قنقر اكد رئيس الوفد الروسي الى المفاوضات مع اوكرانيا في العدمير مادانسكي احراز تقدم في المفاوضات مع الجانب الاوكراني في بعض النقاط التي يجرى التفاوض بشأنها قال مادانسكي انه تم تحديد مواقف الطرفين مشيرا الى انه تم الاعلان سابقا عن كثير من هذه النقاط وتشمل قبل كل شيء حياد اوكرانيا واشار الى ان اوكرانيا تتمتع بصفة الدولة المحيدة لان الحياد كان شرطا لخروجها من الاتحاد السوفيت عام 1991 لفتا الى تسجيل هذا الحياد في اعلان استقلال اوكرانيا واوضح ان التفاوض يجرى ايضا بشأن نزع سلاح اوكرانيا مبينا انه اجراء التباحث حول عدد من القضايا المرتبطة بحجم الجيش الاوكراني يصوت مجلس الامن الدولي غدا الجمع على مشروع قرار ان اصاغته روسيا بشأن وصول المساعدات وحماية المدنيين في اوكرانيا هذا وقد انتقدت سفيرة بريطانيا لدى الامم المتحدة باربرا وودورد مشروع القرار واصفة اياه بالاغفال الصارخ لحقيقة ما يحدث مشيرة الى ان بريطانيا لن تصوط لصالح مشروع القرار الروسي من جانبها طالبت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبانيا وفرنسا ونوريغ وايرلندا عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن الدولي حول اوكرانيا اليوم الخميس ذلك على خلفية تدهور الاوضاع الانسانية في البلاد قال البيت الابيض ان الرئيس الامريكي جو بايدن سيجري غدا الجمعة اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني تي جين بينغ لبحث الازمة الاوكرانية وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي ان هذه المحادثة تأتي بهدف ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين مشيرة الى ان الرئيسين سينقشاني ايضا المنافسة بين واشنطن وبكين اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيت برايس ان بلاده تقود جهودا دولية تبدي الى عزلة الرئيس الروسي فلادامير بوتين واشار المتحدث الى ان واشنطن مستمرة في تقديم كل اشكال الدعم لاوكرانيا لمواجهة العمليات العسكرية الروسية وقال برايس خلال مؤتمر صحفي ان الولايات المتحدة ستبدل كل ما في وسعها لدعم الاوكرانيين بما في ذلك جولة المفاوضة مشيرا الى ان هناك 14 دولة سترسل مساعدات عسكرية عاجلة الى اوكرانيا ومن جانبها اكدت المتحدثة باسم البيت اللعبية جين ساكي ان فرض منطقة حضر جوي فوق اوكرانيا قد يقود الى حرب عالمية ثالثة ويصعد من التوتر وقالت ساكي ان الرئيس بايدن يتخذ القرارات من منظور قومية وان منطقة حضر تيران تتطلب اسقاط الطائرات الروسية من قبل النادو مؤكدة ان واشنطن ليست مهتمة بالدخول في الحرب العالمية الثالثة بالتوازي حضر مستشار الامن القومي الامريكي جيكي سلويفان نظيره الروسي نيكولاي باتروشوف من عواقب وخيمة اذا استخدمت روسيا اسلحة كيموية او بيولوجية في اوكرانيا وطلب سوليفان خلال اتصال الهاتفين مع باتروشوف بضرورة وقف الهجمات الروسية على المدن الاوكرانية اذا كانت موسكو جادة في المساعد الدبلوماسية لحل الازمة على حد تعبيره اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان الجيش قصف مستوضعا عسكريا بغرب اوكرانيا وقالت الوزارة ان سواريخ عالية الدقة اصابت مستودعا في سارني بمنطقة ريفيني ودمرت منشآت لتغزين سواريخ وذخيرة تتواصل تدعيات الاقتصادية السلبية للازمة الاوكرانية على افريقيا مع ارتفاع اسعار الوقود والحبوب والاسمادة في القارة السمراء ما يثير مخاوف من تفاقم الفقر فيها تعد كل من اوكرانيا وروسيا من الموردين الرئيسيين للقمح والحبوب لافريقيا بينما تعتبر روسيا منتجا رئيسا للاسمدة التدعيات الاقتصادية للازمة الاوكرانية ما زالت تلقي بظلالها القاتمة على العالم عامة والقارة السمراء بخاصة مع ارتفاع اسعار الوقود والحبوب والاسمدة مما يسير مخاوف من تفاقم معدلات الفقر في افريقيا ضربة قوية تعرضت لها الاقتصادات الافريقية مع ارتفاع اسعار النفط العالمية الى اعلى مستوياتها التي لم تسجلها طيلة عقد تقريبا متجاوزة المئة دولار للبرميل بعد وقت قصير من العملية العسكرية الروسية على اوكرانيا تأثير الهجوم الروسي والعقوبات الغربية على موسكو بدأ يترجم الى ارتفاع في اسعار المواد الاولية الزراعية والحبوب المستوردة الى القارة الافريقية ارتفاع اسعار المواد الاولية يفاق منعدام الامن الغذائي بالقارة والذي يعتبر التحدي المباشر المسبب لمعاناة العائلات الافريقية التي يكافح الملايين منها لتأمين معيشتهم وتعد كل من اوكرانيا وروسيا من الموردين الرئيسيين للقمح والحبوب الافريقية بينما تعتبر روسيا منتجا رئيسيا للأسمدة مما يعني ان تواصل الازمة الاوكرانية يعني القوع في افريقيا